أعلنت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بمصر عن تنظيمها فاعلية لمناقشة التحول الحضري العادل في مصر وتسليط الضوء على مفهوم المدن الشاملة والمرنة كجزء من الشاركة المستمرة بين مصر وألمانيا والاتحاد الأوروبي يأتي المؤتمر كنتاج تعاون بين ثلاثة مشروعات تابعة للوكالة وهي مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية والبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة ومشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية الممولين من الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية طبعا كان نهاردة بنتكلم على المؤتمر اللي احنا فيه النهاردة هو بكورة نجاحات السندوق التنمية الحضرية أو نقول مصر عمتا مصر للوزارة التعاون الدولي ووزارة الإسكان سندوق التنمية الحضرية مع الجانب الأوروبي والاتحاد الأوروبي ووكالة التعاون الدولي الألمانية هنا بنتكلم على أننا عملنا معهم مشروعات كتير جدا في الفترة اللي فاتت مبادرات اللي هي بي اي بي البي دي بي البي سي وي اي دي كل دي مشروعات تمت ما بينهم على مدار السينوات اللي فاتت سعيد بتواجدي هنا نحن نتعاون مع الحكومة المصرية منذ سنوات في مجال تطوير المناطق غير الآمنة والامتداد الحضاري وهؤكد أننا نجحنا في إنقاص حياة الآلاف من المواطنين بالقضاء على المناطق غير الآمنة بل وتطوير ورفع كفاءة مناطق أخرى في العديد من المحافظات ومنها الصعيد وخلق مجتمعات حضرية جديدة نحن مستمرون في هذا المشروع بالتعاون مع الوكالة الألمانية وشركائنا بالقاهرة التعاون بين مصر وألمانيا يعود إلى تاريخ طويل وهو تعاون ناجح ولدينا خبرة طويلة في التعاون بين وزارة الاقتصاد ووزارة التعاون الدولي ونحن فخرون جدا بهذا التعاون